بص زي ما انت قلت كده الراجل الحقيقي هو بيكون راجل مسئول بيكون راجل قادر انه هو يبدي لمامته والبابا والولاده والامراته والصحابه وكل المحيطين بيه وتلاقيش هاي المسئولية هو حجم كبير جدا حجم المعاناة اللي هو تلاقيه بيمر بيها في يومه عشان يرتب يومه ويقدم للناس المسئولة في رقابته هتلاقيها كتير قوي وفي الآخر اللي حواليه كلهم مفيش حد بيديله حاجة ليه بقى؟ لانه هم ضمنوا وجوده الراجل لما بيفضل يدي كتير قوي وعطاء كتير قوي اللي حواليه بيشوفون ده واجب عليه وده أمر ملزم بيه فبالتالي التقدير ليه بقى ضعيف انت مسئول ان انت تعمل كده كتير من الزوجات اللي أزواجها بتخنها بسبب النقطة دي هم ما بيقدروش ان الراجل اللي معهم ده راجل بيعيل بجده بشكل حقيقي صح واخد بالهم منهم صح بيخاف على وقتهم وعمرهم وصحتهم وعايز سعادتهم وعايز كل حاجة تريحهم والست خلاص ضمنت ان هو بقى في ايديها ملكته أخديته ليها فقعدت تستنى منه كل الماديات وكل المعنويات لحد ما أصبح واجب عليه تيجي هي تديله تقدير لا خلاص من هو عارف ان هو بيقدر يتصرف وبيقدر يعمل لنفسه أكل